الله يبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد ازاي تمسح جميع بيانات موبايلك لو انت عايز تبيعه. بحس ان ما فيش اي حد يقدر يسترجع البيانات دي تاني. حتى لو استخدم برامج مساعدة. اول حاجة طبعا هنخش على الضبط من فوق هنا. سيتنج. العددات. او كفل الشاشة والحماية. ننزل تحت. ونشوف حاجة اسمها اول حاجة اسمها ضبط الجهاز. ضبط الجهاز انا مش هعمله دلوقتي. هعمل حاجة اسمها تشفير الجهاز الاول. بعد كده ابدأ اعمل ضبط الجهاز. تشفير الجهاز اضغط او تشفير الجهاز. اضغط على ضغطة بيقول لك. التشفير ده بيحمي جميع. بيشفر جميع اه حساباتك واعداداتك. والبرامج التي تم تحميلها على الموبايل. وبياناتك وفيديوهاتك وجميع الملفات الاخرى. بيقول لك التشفير ده بياخد ساعة او اكتر. وقبل ان تبدأ. تأكد ان البطارية مشحونة. شحن اللي هي قليل عن تمانين في المية. ولازم تكون كمان متوصلة بالكهرباء. طبعا الشحن عندي سبعة وخمسة في المية زي ما انتم شايفين. فطبعا دي مش موجودة. عاملة بالرمادي. لازم اكون موصله بالشحن. ولازم كمان اوصل بالكهرباء الشحن اوصله بالكهرباء. وكمان آآ البطارية متقلش عن تمانين في المية. واقول له ويبدأ آآ يشفر آآ الجهاز. يعني تشفر جميع البيانات. ويحميها يعني زي اي بشفرة سرية. تمام? بحيس ان ما فيش حد حتى يقدر يهكر ولا يعمل اي حاجة عليه. طيب. اه دلوقتي طبعا قبل ما تعمل اي خطوة من الخطوات دي. لازم تعمل حاجة اسمها او عمل نسخة احتياطية من جميع ملفاتك وبرامجك. انا كنت شرحها في كذا في الفيديو قبل كده. انتوا بتشوفوها في الفيديوهات اللي قبل كده. اه على نفس القناة بتاعي. دي اول حاجة. تاني حاجة هنعمل حاجة اسمها ضبط المصنع. من كلاود اند اكاونت حسابات اه باكاب اندر ستور ده معلش ان ايسف مش من هنا تاني حاجة. نهاية اشترا وليس قائحة اشتركوا في القناة ماشي بعدك هل نختار او اعادة ضبط الجهاز هيقول لك عندك كزا حاجة او اعادة ضبط الاعدادات فقط او اعادة ضبط النيتورك اللي هي الواي فاي والبلوتوس والجميع الاعدادات الاخرى ده في حالة انت بتعمل دي بس في حالة لو الواي فاي عندك في مشكلة فيه او البلوتوس فيه اي مشكلة او معلق او فيه اي مشكلة بتبدأ ترجعه لضبط المصنع ده بالنسبة للواي فاي والبلوتوس وجميع الشبكات الاخرى تمام اما الستينج دي لها اعدادات الجهاز نفسه طيب اللي احنا عايزينه فاكتوري داتا ري سيت ده بقى بيخلي لك الجهاز كأنك لسه جايبه من التوكيل لسه شريع يعني بيمسح لك جميع البيانات متضمن الملفات وبرامج المحملة كل شيء على الجهاز بيبدأ يمسحه تضغط عليها ضغطة وتقول له ري سيت تضغط علي كلمة ري سيت هي بيقول لك انا همسح لك كل البيانات حتى جوجل اكاونت ويعني حساب جوجل وكل شيء هيبدأ يحزفه من على الجهاز وبيقول لك انا همسحه بيضبط الموسيقى والصور جميع الملفات الاخرى البيانات الاخرى وجميع ملفات السيستم طبعا هعمل وده الفيديو بكل بساطة هنزغط على بالنسبة اللي انا عملته اللي انا عمل على الضبط المصنع هقول له وقول له على ري سيت او اعادة الضبط وعمل يعني اعادة الضبط المصنع ده بالنسبة لعادة الضبط المصنع اما بالنسبة لتشفير البيانات عملت كفل الشاشة والامان منزلت تحت الغيط ما شفت كلمة او تشفير الجهاز ده منعمله طبعا قبل ضبط المصنع بعد كده ده بيقول لك بيحمي الموبايل او بيحمي جهازك عن طريق سكرين لوك يعني عندما الموبايل يبقى مشغل بيحميه بقفل للشاشة طبعا استحال حد يفكه الا انت فطبعا ده حماية ورهيبة طبعا للجهاز ده بالنسبة حماية جهازك الى جانب كمان انك انت لو انت عايز تبيع موبايلك او عايز تمسح جميع البيانات لاي سبب ما وتمسح كل البيانات الخاصة بيك بتعمل حاجة اسمها فكتوري ريسيت زي ما قلنا يعادة ضبط المصنع من وتبدأ تقول لريسيت وتبدأ تختار عدد ضبط اللي انت عايزه ارجو نكون الفيديو عجبكم وما تتنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب وانا متشكر جدا لكم